مما لا شك فيه انه الخبر اللي مالي العالم هو الوصول لهدنة لعدة ايام مع عملية تبادل بعض الاسرة من الجانبين لكن اللي بيهمني جدا الحقيقة في الموضوع وقبل ما ندخل فيه مسألة استقبال فخامة الرئيس لملك الاردن اللي يهمني جدا هو ازاي العالم شاف التحرك المصري خلال السبعة واربعين يوم اللي فاتوا وعلشان تشوف العالم شاف مصر باي حجم ومن اي زاوية فبطبيعة الحال لازم هتلقي نظرة وتقرأ وتستمع وتمعن النظر في بيان البيت الأبيض تحديدا كلام جو بايدن عن مصر ودورها الرئيسي في ايجاد والوصول الى هذه الهدنة وده هيخليني اقولك انه اهم حاجة اهم حاجة في الهدنة دي هي تسبيت وقف اطلاق النار يعني ايه يعني الهدنة يوم اثنين تلاتة اربعة خمسة عشرة مش بس ده المهم قد يكون الاهم في اللحظة الحالية اللي احنا فيها هذه اللحظة هذا الواقع المؤلم اللي احنا عايشينه هو حق لدماء الفلسطينيين ده مما لا شك فيه لكن لازم طول الوقت نقعد نفكر ماذا بعد يعني سيناريوهات المستقبل السيناريوهات المستقبلية ايه ماذا بعد الهدنة هل هنقدر ان احنا نزود مدة الهدنة طيب وعلشان نقدر نوصل لزيادة مدة الهدنة يجب علينا جميع ان نفكر فيه قليات قليات ما بعد هذه الهدنة احنا عايزين نعمل ايه